كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيه بأسعار أزيادة من السهر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 665 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 1121 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 165 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 857 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السهر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 90 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 935 قضية من بينها 385 قضية خبز ناقص للوزن و233 قضية خبز غير مطابق للموصفات